الهلال عنده 19 فوز في تاريخ المواجهات وفوزين للفتح مقابل ثلاث تعدلات وهي مجموعة 24 مباراة تقابلوا فيها أولا نسأل الله سلامة لجميع اللاعبين وإن شاء الله يرجعون وإن شاء الله الجاية هذه تنتهي نهائيا إن شاء الله بإذن الله من خلال الحصائيات الهلال طبعا كابع عالي على نادي الفتح حتى آخر أربع مباريات الفتح استقبل 12 هدف وتعادل واحد وثلاث خسائر يمكن آخر فوزة أمام التعاون في تاريخ 17 أكتوبر الهلال كذلك بعد تحقيق الدوري أبطال آسيا تعادلين وخسارة من النصر كان بالإمكان أن الهلال بعد الدوري أبطال آسيا وأحد الحلقات تكلمت من المفترض أن الهلال خلص من الأهم وأتى إلى المهم فمن المفترض أن اللاعبين ونفسيا والإراحة ولكن في أمور يمكن يتحملها المدرب بعدم إراحة اللاعبين والمهمين كان يستهلكم في كل مباراة مباراة صعبة مباراة ديربي أو مباراة مثلا أقل مستوى من نادي الهلال نفس الأسماء ونفس اللاعبين واللاعبين كانوا يمثلوا مع منتخباتهم هذا مما أرهق يعني لاعبين نادي الهلال عموماً إمباراة هذه يعني فريقين بحاجة لثلاث نقاط خبرة الهلال ترجح كفة فريقة العناصر الموجودة أعتقد للتعويض من خلال التعادلين والخسارة كان بالإمكان أنه كان يتصدر لو فاز في ثلاث مباريات يعني المعطيات والمؤشرات كذلك تقول أن الهلال وخاصة بعد الظروف اللي حصلت في فتح يعني فرصة كبيرة أن الهلال حققتنا شكرا